على بعد بضعة كيلومترات عن مقر بلدية العوان في جيجل تبدأ قصة معاناة سكان قرية العلوشة مع رحلة البحث عن قطرة ماء وكذا غياب الطرقات التي عوضتها هذه المساركة الجبلية الوعراء ما سالك صعب قد يصعبها وحتى على الحيوان السير عليها ومنبع طبيعي كان مصدرا للماء الشروب قبل أن يتحول مع مرور الأعوام إلى مرتع للحيوانات الظلاء كنا نشربوا منها ما زال ما زال واحد الميترات العلمة فيها مين بصح دلوك كي تشرب منها غينا الماء بوية ما تكترش تشرب منها ما يشتريتي مشاكل تنموية جعلت مين العلوشة إحدى مناطق الظل التي بحاجة لاهتمام السلطات وإخراجها من خانة التهميش والعزلة شكرا 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 شكرا